الطريق الصحراوي في الخامس والعشرين من تموز لعام 2017 رعى رئيس الوزراء السابق هاني الملقي توقيع اتفاقية عطاء لتنفيذ الطريق الصحراوي الممول من الصندوق السعودي للتنمية بحجم تمويل يصل إلى 224 مليون دولار ويبدأ المشروع من تقاطع مطار الملك علياء الدولي لغاية رأس النقب بطول 220 كم على أن يتم الانتهاء من إنجازه بعد 20 شهرا بدوره قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح لعموش بأنه لا يريد أن يتعرض أي مواطن للخدش على الصحراوي والحكومة تصرف بسخاء من أجل ذلك وبعد 23 شهرا من تاريخ البدء بتأهيل الطريق بيّن لعموش أن حجم الإنجاز بلغ 51% فقط مؤكدا أن الوزارة أنهت أزمة التمويل وسددت كافة مستحقات المقاولين والعمل جار على قدم وساق تناقض تصريحات الوزير بدت واضحة فكيف للحكومة أن تصرف بسخاء من أجل إنجازه بينما صرح المقاولون القائمون على تنفيذه بأن سبب توقف العمل هو عدم دفع مستحقاتهم من قبل الحكومة شكرا